سبيل للإعلام تقدم قصص الأنبياء بالعامية السودانية قصة النبي موسى عليه السلام الحلقة 14 أهلاً أهلاً يا أولادي تفضلوا تفضلوا مرحب بكم والحمد لله يخليكم تفضلوا تفضلوا أنا متذكرة يا خالت صفية في المرة الفاتت قلت لنا أن الله سبحانه وتعالى أمر سيدنا موسى في فاران باختيار قائد من كل قبيلة عشان استكشف أرض المعاد اللي هي أرض كنعان وسيدنا موسى فعلاً اختار 12 راجل بعدد قبائل بن إسرائيل ورسلهم لمهمة الاستكشاف ذا كلام صح والرجال ديل خلصوا مهمتهم في أربعين يوم ورجعوا وقفادوا بأن الأرض اللي استكشفوها أرض خير ورخة لكن مدونة محصنة وسكان عمالغة وأغياء صح دا كلام صح أحا بعد الكلام دا بن إسرائيل كلهم رفعوا صوتهم واشتكوا وباكوا في الليلة دي وكلهم غضوا على سيدنا موسى وحارون وقالوا ليهم يا موسى يا هارون أيوا إنتوا ليه يطلحونوا من مصر يا ريت كنا موتنا هناك أو هلكنا في الصحراء دي وليه وليه هالله جابنا للأرض دي عشان نموت بالسيف ولا عدو ياخد نسواننا واطفاننا عبيد بدل البهدلة دي أحسن لنرجع لمصر يلا تعالوا نتفاكر ونختار لينا قايد يرجينا لمصر وسيدنا موسى عليه السلام وهارون سيجدوا وتوسلوا ليقلب شدة قدام كل شعب بن إسرائيل اللي كانوا متلمين هناك ويشوع بن نون وكالب ابن يفنة شرطوا ملابسهم من الحزن لأنهم كانوا من الناس اللي استكشفوا الأرض وقالوا لكل شعب بن إسرائيل يا جماعة ما تسمعوا الكلام الفارغ ده الأرض اللي استكشفناها لقيناها أرض جيدة جدا جدا وكمان يا بختنا إذا الله رضى علينا ودخنا للأرض دي ودانا لها لأن أرض رخية ومليانة بالعسل واللبن والثمر عشان كده يا جماعة ما تتمردوا على الله وما تخافوا من سكان الأرض دي لأننا حنقطعهم حتى عدة وكمان يا جماعة يتذكروا إنه الله معانا وإنه سكان الأرض ديك الله تخلى عنهم وفقدوا حمايتهم عشان كده ما تخافوا منهم لكن الشعب ما قبلوا كلام كالب ويشوع وقالوا تعالوا نرجمهم بالحجار الحجار؟ لكن في الوقت ده الله بيلمح من جلاله ظهر في خيمة العبادة لكل بني إسرائيل وقال لي سيدنا موسى يا موسى لغير متين الشعب ده حيعاند ويحصاني وما يؤمن بي بعد كل المعجزات اللي أنا عملت عليكم دي سبحان الله قومك ديل أنا حضربهم بوباء وأفنيهم وإنت حاجعلك أم أعظم وأقوى منهم سيدنا موسى قال لي يا الله يا رب انت بقدرتك طلحت الشعب ده من وسط المصريين وانت يا رب ظهرت للشعب ده مباشرة وانت دايماً واقف فوقهم في عمود السحاب ولما يسافروا انتوا في عمود السحاب ده بتقودهم بالنهار وفي عمود النار بالليل وطبعاً بكده الأمم الحولنا بيعرفوا عظمتك وتقديرك لشعبك عشان كده إذا كتلت الشعب ده دفعة واحدة المصريين حيسمعوا بالحسب وحيكلموا الأمم الثانية والأمم دي حتقول المولى ما هيقدر يدخل الشعب للأرض اللي وعدهم بها بغسم وأنما كتلهم في الصحراء يا رب الوقت أصهر عظمتك وغدرتك زي ما أعلنت قبل كده وقلت المولى حليم وحافظ لي عهده ومع كده جبار يغفر المعصية والزنوب للتائبين لكن ما بيترك أزمزني ببلاعقات يا رب بحلمك وعظمتك أغفر الزنب الشعبي ده دلوقتي زي ما غفرت ليهم قبل كده في مرات عديدة بعد طلوعهم من مصر والله قال لي سيدنا موسى أنا غفرت ليهم حسب طلبك يا موسى عشان كده محا لكم لكن أخسم بعزتي وجلالي المال كل الأرض كل الرجال اللي شافوا لمحة من جلالي ومعجزاتي اللي عملتها في مصر وفي الصحراء وبكده عاندوني عشرة مرات وما أطاعوا كلامي ما يشوفوا الأرض اللي وعدت بها أجدادهم ولا واحد من الناس العاندوني ورفضوا كلامي حيشوفوها أما عبد كالب مثلا أو أي شخص زيه كان مختلف عنهم وتبعني من قلبه هدخلوا الأرض المشى واستكشفها وحاجعل جريت تتريثة يا موسى من بكرة أنت قوم مع قومك وأطلعوا من هنا وأرجعوا للصحراء بطريقة البحر الأحمر وما تسلكوا طريقة الوادي لأنه بني عماليق والكنعانيين ساكنين فيهم موسى بعد ذاك الله قال لي سيدنا موسى و هارون يا موسى يا هارون لغاية متين أنا هستعمل الناس الأشرار دير العاندين دير أنا سمحت احتياج بن إسرائيل وشكاويهم ضده و بخصوص الموضوع دا أنا بأمركم تبلغوهم و تقول إليهم الله بيقول لكم أخسم بعزتي وجلالي أنا هنفس فيكم الحاجة اللي تمنيتوها بنفسكم وأنا سمحتها منكم عشان كل من عصاني من عمر عشرين و ما فوق من الناس الشامل و ما للإحفاء حيقع ميت و يهلك في الصحراء دي موسى ريدهم في نحرهم ولا واحد منكم حيدخل الأرض الأقسمة بأنها سكن شعبي فيها غير كالب بن يفنى و يشوع بن نون أما أولادكم اللي قلتوا حيكونوا أسرى للعدو أنا حدخلهم الأرض رفضتوها لكن بعد أربعين سنة حيتمتعوا فيها أما إنتوا حتحلكوا في الصحراء دي وأولادكم برضو حيتشردوا فيها لغاية ما يموت آخر واحد منكم سبحان الله سبحان الله لأنهم حيفعوا تمنى عمايلكم و عصيانكم لمدة أربعين سنة كل يوم بسنة على قدر عدد الأربعين يوم اللي اكتشفتوا فيها أرض المعاد أنا هأعمل ده عشان تشوفوا قوتي فعلا أنا الله الملك حكمته و هنفس حكمي في كل الجماعة الدالين العصيوني و حهلكم و أفنيهم هنا في الصحراء دي محمد الله وبعد ذاك يا جماعة الرجال اللي كان سيدنا موسى عليه السلام رسلهم عشان يستكشفوا الأرض و القدموا تغرير مضلل و كاذب بعض رجوعهم و حرضوا الناس ضد سيدنا موسى الله ضربهم بالوباء و ماتوا و ما سلموا منهم إلا كالب ابن يفنة و يشوع ابن نون حسب أمر الله لأنهم كانوا مختلفين عنهم وسيدنا موسى لما كلم قومه بأنه الله قرر يعقبهم بكوا بك شديد و قاموا في الصباح بدري و طلعوا الجبل و قالوا نحن فعلا غلطنا غلط كبير لأننا ما مشاين الأرض المعاد حسب أمر الله طيب طيب يلا يلا بينا نمشي نمشي ليه أسي وسيدنا موسى لما عرف تفكيرهم ده قال لهم يا جماعة يا جماعة انتوا ليه عصيتوا الله و خالفتوا أمره لما قال لكم أدخلوا أرض المعاد عشان كده و عشان معصيتكم دي أنا بقول لكم بكل وضوح إنه ما مكتوب لكم تدخلوا أرض المعاد الوقت و إذا مشيتوا بعد كده ستنهزموا قدام أعداكم لأنه الله ما معكم وبني عماليق والكنعانيين هناك سيواجهوكم مواجهة شديدة و ستموتوا بسيوفهم انتوا ارتديتوا وبعدتوا عن الله خالقكم عشان كده هو ما هيكون معاكم ولا حينصركم طيب إذا كان الله نهاكم عن دخول أرض المعاد ليه يدي الوقت عايزين تمشوا وتعصوه تاني لكن بني اسرائيل رجبوا راسهم و طلعوا الجبل العالي أما سيدنا موسى بيقى في المعسكر و معاكم صندوق عهد الله وبني عماليق والكنعانيين الساكنين حول الجبل شافوا بني اسرائيل و واجهوهم وهزموهم على طول الطريق لغاية حرمة في جنوب أرض المعاد وبني اسرائيل النجو من سيوف بني عماليق والكنعانيين رجعوا تاني لما عسكرهم في قادش وبعد فترة الله أدى سيدنا موسى عليه السلام مجموعة من الوصايا والأوامر لبني اسرائيل عشان يدبعوها أها وبعد فترة يا جماعة حصل تمرد على سيدنا موسى و هارون والتمرد ده قادوا واحد من شيوخ بني اسرائيل ومن قبيلة بني لاوي تحديدا اسمه قورح قورح دو معاه ثلاثة من قبيلة بني راوبين هم داثان وأبي رام وآون ومعاهم كمان متين وخمسين من القواد المعروفين من شيوخ بني اسرائيل كلهم اشتركوا في التمرد ضد سيدنا موسى و هارون ومشوا قابلوا سيدنا موسى وقورح نيابة عنهم قال لسيدنا موسى و هارون يا موسى يا هارون ايوا انتوا ليه بتتكبروا على احباب الله وليه هارون بيكون هو رئيس الاحبار الوحيد مع ان كل واحد مننا طاهر ومقبول لله وسيدنا موسى عليه السلام لما سمع الكلام ده دعا الله وبعد الدعاء قال لي قورح والمتمردين اللي كانوا معاه طيب يا جماعة بكرا الله حيوضح منه هم احبابه ومنهم الطهرين فعلا اللي بيستحقوا انهم يكونوا احبار وحيختار الشخص المناسب ويا قورح بكرا انت وجماعتك عليكم تشيلوا مباخر وتولعوا فيها البخور وتخطوها في محضر الله وحارون حيكون معاكم برضو والرجل الطاهر هو اللي حيختاره الله وانت يا قورح ما كفى عليكم يا بني لاوي انه الله اختاركم من دون جماعة بني اسرائيل عشان تقوموا بخدمة تطبيقات الله قدام الجماعة وما كفى يا قورح انه الله اختارك انت واخوانك من دون بني لاوي ودى الوقت دايرين تكونوا احبارك وما وطالما انت وكل جماحتك بتتمردوا على الله تمردكم على هارون ما مهم ابدا لانه هارون ما بيسوى ايشي بالنسبة لالله طيب يا جماعة انا حاقيفين الليلة الليلة والله ما قال اول حاجة ما قال رتاني حاجة حمدي مشوار لازم قد الليلة موسيقى تحيى زروك احراج طمادر شخدين احراج موسيقى موسيقى